اصباح الخير ومرحبا بكم مع بوشرة في قناة انتي اموريال اليوم سوف نقوم بطواجين للكفتة بما تيشا اللي كان نوجهه اللبنات اللي يبدو في هذا الميدان ديال الكوزينة نشد واحد البصلة نشلوها ونضيوها ونجيبوها شوية في الزيت البلدية ونزيدو عليها واحد ثلاثة الدروس ديال التومة نقليو هاد شي كله نقليو هاد البصلة ونزيدو العطرية ديالنا مليحة شوية ديال الكمون شوية ديال التحميرة ونحركو هاد شي مزيان وغادي نزيد فيهم تقريبا نسكز ديال الماء نغطي الطاجين ونخلي هاد شي تشحر شوية اهنا يشديت واحد ستة ديال الماتيشات كبار وقطعتهم صغار كنفضل الماتيشة مقطعة تراف على الماتيشة مطحونة في هاد الطاجين المرقاة كد تعجبني هاكا حسن من اللي كتكون ماتيشة مقطعة سافي كنعاوضو نغطيو عليه ننقصوشي شوية العافية ونخلي هو الماتيشة بشوية بشوية في نفس الوقت ندوزو نقومو الكفيتة غادي نديرو فيها تقريبا كلتا هاد المعالق ديال البسلة مشلدة ووجوج معالق ديال القزور ومعد نوز شوية ديال كامونعو تاني شوية ديال تحميرة ومليحة ونخدموها مزيان نخدموها بدينا باش يدخل فيها القوام وسافي مبدو نكوروها ماتيشة هيا طابت غادي نشدو هادي الكفتة اللي كورنا ونحطوها في الطاجين ومنحركو محتى حاجة نخليوها الطيب بوحدها ونعتادر على هاد البخار ندرهايدة ومن بعض نديرو عليا شي شوية ديال قزور ومعد نوز من الفوق ونخليو الكفتة الطبعه خطرها ملت طيب الكفتاء وتكون المريقة مشحرة مزيان ندير واحد البليسة بحال هاكا باش ندير فيها البيض بحال هاكا وخليو البيضي التاب وحاول باش البليد دي البيضي التاب مزيان وصفر بقى شي شوية شي شوية كيت حرك شكرا وبالصحة والراحة الى اعجبتكم هادا الطريقة دي الكفتاء بمعطيشها ابنوا فلاشين ديالي كومنتي ولايكي وإلى اللقاء